موسيقى السلام عليكم نفر الشعب العربي في عدد كبير من المدن والبلدات العربية ومعه شعوب أخرى خارج الجغرافية العربية نفر إلى الشوارع في احتجاجات وتظاهرات حاشدة ضد العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ عشرين يوما وأزهق أكثر من سبعة ألاف روح فلسطينية حتى الساعة فضلا عن ألاف الجرحة واستحصار خانق جعل من الحياة على هذه البقعة الصغيرة أشبه بالمستحيل ويرى مراقبون أن تظاهرات في المدن العربية شديدة الأهمية من حيث تأكيدها استمرار حضور القضية الفلسطينية في الوجدان العربي الشعبي ومن حيث الضربة القوية التي وجهتها بحسب مراقبين إلى موجة تطبيع مع إسرائيل تجتاح المنطقة منذ سنين في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف مع غضة الشارع العربي من العدوان على غزة محاولين الوقوف على الأسباب الجوهرية لهذا الموقف الشعبي المتقدم مقارنة بموقفه من حملات إسرائيلية سابقة على القطاع نسأل في حلقة اليوم عن مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه التظاهرات في الموقف الرسمي العربي الذي اقتصر حتى الآن على وصف ما يجري في غزة بأنه انتقام إسرائيلي أكثر من كونه ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من شهر أكتوبر الأول تشرين الأول أكتوبر الجاري التفاصيل بعد متابعة التقرير غضب شعبي متصاعد في الشارع العربي تزامنا مع استمرار قوات الاحتلال الصهيوني في عدوانها على قطاع غزة تظاهرات شعبية حاشدة في مدن عربية عديدة تطالب حكومات تلك الدول باتخاذ مواقف أكثر قوة لوقف شلال الدم الفلسطيني في غزة وعلى الرغم من تماهي الحكومات مع هذه التظاهرات وعدم مواجهتها أو التضييق عليها إلا أن ما يجري كشف عن عمق الهوة بين مواقف الشعوب العربية ومواقف حكوماتها فبينما تطالب الشعوب بوقف العدوان وتقديم الدعم للمقاومة والشعب الفلسطيني بما في ذلك الدعم السياسي والعسكري لا تتجاوز أكثر الحكومات العربية موقف مناشدة المجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال لوقف الحرب جرأة وحجم عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية يوم السابع من تشرين الأول الجاري وما أظهرته من هشاشة الاحتلال وضعفه وارتباك قواته وفقدانها السيطرة أمام عدد من المقاتلين الفلسطينيين ربما لا يتجاوز الألف مقاتل كل ذلك رفع سقف الطموح والأمل لدى الشعوب العربية تزامنا مع ارتفاع مستوى الغضب الناجم عن جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل في غزة واستهدافه المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات الأمر الذي يمثل ضغطا شعبيا متزايدا على النظام الرسمي العربي لاتخاذ موقف أكثر قوة إزاء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين وبحسب محللين فإن طول أمد الحرب وزيادة أعداد الضحايا الفلسطينيين من النساء والأطفال الذين تستهدفهم آلة الحرب الصهيونية ربما يؤدي إلى تفاقم للغضب الشعبي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة ما يفرض على الحكومات العربية ضرورة ردم الهوة بين مواقفها ومواقف شعوبها باتجاه وقف العدوان وإلا فإن الحرب الحالية في غزة قد تكون مجرد بداية لمرحلة من الاضطراب السياسي والأمني في هذه الدول مرحلة قد تؤسس لتغييرات عميقة في بنية النظام الرسمي العربي إذن قتل لا يستثني أحدا ولا شيئا ولا مكانا وعلى الهواء مباشرة للحديث عن موضوع حلقتنا هذه ينضم إلينا في الاستوديو محفظ الألقاب أمجة جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية وكذلك أمال خليفة الباحثة في الشأن الفلسطيني ومن المقرر أن يلتحق بنا بعد قليل عبر سكايب من أغادير في جنوبي المملكة المغربية محمد الشيخ بانا أستاذ العلوم أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة ابن زهر المغربية أهلا بالضيوف الكرام نبدأ مع السيد أمجد تظاهرات واسعة عربيا ودوليا في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب أريد قراءتك لهذه النفرة إذا صحها لنا أن نسميها هذه النفرة العربية والدولية دعما لغزة وهي بخلاف ما كانت عليه هذه المواقف في حملات إسرائيلية عنيفة سابقة على غزة هذه المرة الأمر مختلف قراءتك لهذا الأمر في تقديري أن المسألة مرتبطة بعاملين اثنين العامل الأول هو المسألة الرمزية في الموضوع يعني استفزاز إسرائيل وزراءها المتطرفين بين جفير سموتريتش الاقتحامات المتكررة للمسجل الأقصى اعتداءات المستوطنين وبالذات بالتركيز على موضوع المسجل الأقصى لو تابعنا خطاب محمد الضيف الأول واسمعيل هنية في بداية العدوان يمكن أن ألخصه بكلمتين اثنين الأسرى والأقصى يعني بمعنى أن اعتداءات على الأقصى تزايدت أكثر مما يمكن تحمله والأمر الآخر موضوع الأسرى لا يوجد حل له سوى بالقيام بعملية اختصاف بعديوناس رايم فهذا الجزء الأول الذي أسميه البعد الرمزي في الموضوع المرتبط تحديدا بالمسجل الأقصى وخليني أذكر أن انتفاضة الأقصى اللي يسموها الانتفاضة الثانية اندلعت يوم 28 أيلول سبتمبر عام 2000 عندما اقتحم أريل شارون كان رئيس المعارضة الإسرائيلي أنا ذاك زعيم حزب اليكود اقتحم المسجل الأقصى بحماية حوالي ألفين جندي من الشرطة الإسرائيلية وأنا ذاك اندلعت اشتباكات واسعة وفي اليوم الأول تقريبا مات أيضا تقريبا 200 فلسطيني في ذلك اليوم يعني بمعنى آخر المسجل الأقصى يستطيع أن يحرك ردود فعل قوية جدا سواء فلسطينية أو عربية أو إسلامية أو حتى عالمية في بعض الأحيان هذا البعد الأول البعد الثاني في تقدير الشخصي يعني أنا أولا يمكن أن أسميه البعد الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية السلوك الذي تقوم به منذ يوم السابع من أكتوبر يتجاوز بكثير حدود رد الفعل يعني ما أعتقده أن هناك خطة أمريكية لإحداث هذا التصعيد وبشكل أو بآخر الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى المنطقة بعين إسرائيلية يعني هناك أسرلة للسياسات الأمريكية وهناك تماهي في التخطيط الاستراتيجي بمعنى آخر أن الحشد الأمريكي الذي عملته التكتل الدول الخماسية فرنسا، إيطاليا، ألمانيا والولايات المتحدة طبعا وبريطانيا اللي في بداية الأزمة أدانوا عدوان حماس واعتبروا أنه إرهاب إلى آخر هذا الكلام من الطويل العريض هذا هو الذي حشد جزء من التكتل الغربي أنا سميته التكتل الغربي ضد حرية فلسطين أعتقد أن هذا شكل استفزازا لكثير من الشعوب وإلى حد كبير أسقط أقنع كثيرا عن السلسات الغربية وعن السلسات الأمريكية وأفقد أو سحب الحجج التي كانت لدى معسكر التطبيع العربي أو حتى الإقليمي مع إسرائيل يعني كلام عن أن إسرائيل دولة يمكن تحصل منها منافع أو يمكن أن يؤمن جانبها وهي دولة نوية لم يعد كلاما منطقيا بعد هذا اللي نراه في غزة وكل هذه الدماء يعني أنت ذكرت أنه سبعة ألاف شهيد حتى الآن لكن ذكرت قضية البعد الرمزي وكيف أنه يكون سببا في تحريك العرب هنا أنتقل للسيدة أمل البعد الرمزي كان حاضرا عام 2000 عندما اقتحم أريال شارون بحماية الجنود والشرطة الإسرائيليين المسجد الأقصى كان حاضرا البعد الرمزي ومع ذلك لم نشهد هذه الهبة العربية الكبيرة تقريبا لا تكاد توجد مدينة عربية كبيرة إلا وخرجت فيها تظاهرات حاشدة هل ثمت شيء جديد حرك الإنسان العربي تجاه غزة في يومين هذا؟ الحقيقة أن خروج الناس مع الانتفاضة الثانية في عام 2000 كان خروج غضب لكن في عام 2000 لم نشهد ما شاهدناه اليوم من خروج التظاهرات العربية لأن الآن ليس خروج غضب فقط هناك عنصر أساسي أضيف إلى الغضب يعني لم يكن هناك شيء يحرك الناس في انتفاضة الأقصى إلا الغضب فقط هما غضبوا فقاموا لكن الآن في شيء آخر وهو أن هناك شريحة عريضة من العرب من الشعوب العربية بكافة أشكالها تعاني من الإحساس بالله جدوى بأنها لا يمكن أن تنجز أي شيء فمجرد أنهم وجدوا إنجازا كبيرا بعث الدفء في قلوبهم أنهم ممكن يقوموا بشيء يعني رأوا فيما حدث من طفال الأقصى إنجازا ليس فقط إنجازا عاديا ولكنه إنجازا رائعا يتخطى حدود العقل حتى فهم عندما يجدوا أن هذه هي المرة الأولى منذ الـ 48 التي تحدث فيه اقتحامات لفلسطين بجيش وتحدث الحرب في الداخل ولذلك يعني 73 كانت في سيناء في الجنوب اللبناني لكن أنت ذكرت نقطة استوقفتني سيدة أمل يعني قلت بأن أحساس الإنسان العربي الآن بشيء من اللاجدوى هو الذي حركه علما أن ربما مقتضيات النفس تقول بأن اللاجدوى تثبت وتقعد ولا تثير نعم اللاجدوى جعلت كثير من الناس يتجهون ناحية تفريغ الطاقة في الكرة وفي تشجيع الكرة وفي لعب الألعاب البابجي وكذا وفي مشاهدة الأفلام والمسلسلات لتضييع الوقت لكن عندما وجدوا أن هناك أحد قريب منهم وجدوه استطاع أن يفعل المستحيل فتجاوبوا معه تجاوبا غير عادي هذا التجاوب لم يكن فقط غضبة ولكنه شيء من الحماس الذي شعروا به من هذا النجاح الباهر والحقيقة يعني أنا كنت لسه بتكلم مع الأستاذ أمجاد أن أنا الصباح اليوم كنت في مدرسة عربية ومدرسة سانوية ما رأيته من الشباب والفتيات وهم في سن السانوي من بكاء بكاء حتى إحمرار العين وفي نفس الوقت استبشار وعندما يقال تكبير يكبرها هذا مزاودة ما بين الغضبة وبين الفرحة بهذا الإنجاز الذي طال انتظاره من غير أن يأتي على سيرة الاستبشار الذي تحدثت عنه وهنا ينضم إلينا الآن من غدير الأستاذ محمد الشيخ بانن ما حصل في محاولة لتحليل الموقف الشعبي العربي الذي أخذ بعدا أكبر وحيزا أكبر وزخما أكثر خصوصا بعد قصف المستشفى المعمداني الذي أودى بحياة 500 شهيد فلسطيني في سلوك تخطى كل المعايير الأخلاقية وكل معايير الحروب بين الأمم والشعوب عبر التاريخ ربما هل هذه الغضبة خروج الشارع العربي برأيك والتظاهرات هي تعبير عن غضب من هذا السلوك الإسرائيلي عندما قصف المستشفى أم هو يمكن ما قد يكون له علاقة بما تحدثت عنه السيدة أمل قبل قليل هو الاستبشار الذي يمكن أن نصفه بأنه تجل لشعور عودة الثقة بالنفس لدى الإنسان العربي بعد عملية طوفان الأقصى الذي رأهك كثير من المراقبين أنها استثناء في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي إلى أي الفريقين تنحاز في تحليل هذه الحالة؟ حياك الله أستاذ جهاد شكراً على الاستضافة وشكراً لضيوفك ومشاهديك وأتقدم بأحر التعازي إلى عوائل الشهداء في فلسطين الحبيبة طبعاً ما تحقق يوم السبع من أكتوبر هو إنجاز تاريخي عظيم بحيث أن المقاومة استطاعت أن تباغث العدو في معاقله ونفذت عمليات نوعية غير متوقعة في الحقيقة وهذه العمليات في اعتقاده هي التي أعادت ثقة لكل من يحب فلسطين والشعوب العربية والإسلامية التي هي منذ العقود منذ التقسيم إلى غير ذلك سنة 1948 وهذه الأجيال مع فلسطين وفلسطين حاضرة في وعينا الشعبي العام حاضرة في أنشطتنا في كل شيء يعني بغض النظر عن المواقف الرسمية بالتالي هذه العملية البطولية أعادت ثقة نعم لكن بشعة رد الاحتلال هذا الرد البشع الذي يقوم به الاحتلال وهذا التدمير العنيف والممنهج الذي يستهدف المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات أكيد يقوي من الغضب تجاه الكيان الصهيوني ورعاته من الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكة الغربي بشكل عام لذلك فنتوقع أن يزداد هذا الغضب وهذا الاحتجاج وكما تفضلت الدكتورة قبل قليل فأكيد في الجامعات في الثانويات في كل التواجد الجماهر العربية القضية الفلسطينية حاضرة والتنذيذ حاضر والاحتجاجات مستمرة سواء التي ينقلها الإعلام أو التي لا يتمكن من نقلها إذن سيد محمد هو من أنصار الذين يقولون بأن هذه الغضبة والمواصلة هي شعور عودة الشعور ثقة بالنفس لدى الإنسان العربي لكن في حسب قراءتك لمجرية الأحداث ولتطور الصراع بين العرب والإسرائيل وثم من يريد أن يحصره بين الفلسطينيين وإسرائيل وأحيانا بين حماس وإسرائيل وهو أوسع من ذلك بكثير بطبيعة الحال هل تعتقد بأن الأحداث مرشحة لأن يتواصل هذا الحراك ويكتسب مزيدا من التنظيم والزخم بحسب قراءتك لمجرية الأحداث ولتطور الوعي بالصراع أم أنها هبة شديدة غضبة شديدة لكنها ستتلاشى بسبب الوقوف الغربي وراء إسرائيل لا في اعتقاد أنها مرشحة للتصاعد لأن هناك عدة أسباب أول شيء دائما الانتفاضات في تاريخ الصراع بالإسرائيل كانت تعبير عن امتلاء شعبي امتلاء فلسطيني امتلاء يعني ثقة بالنفس وليس التعبير عن اليأس البعض يتصور أن المقاومة هي تعبير عن اليأس أو أنه الاستشهادي هو يائس من حياته لذلك يتخلص من حياته بالتفجير وعلى فكرة هذه الرواية الغربية السائدة أو السردية الغربية الأمر الآخر أنه هذه الهبة اندلعت في سياق تطبيع أو حتى تهافت أو كما سواها نزال قباني زمان المهرولون يعني هناك هرول على التطبيع مع إسرائيل علما بأنه لا يوجد فوائد حقيقية من التطبيع مع إسرائيل نهائيا وتعرف أن هذا الوضع الذي حدث أحرج الدول التي كانت تقوم بالتطبيع قبل الحديث عن هذه الجزئية التي سنأتي عليها بعد قليل لكن أنت قلت بأنك تتوقع بناء على قراءتك أن هذه ستكتسب زخما وستتواصل ما الذي يدفعك إلى هذا الاعتقاد؟ مدام الموضوع مرتبط بأولا بمقتلة عظيمة للأطفال كما تحدث الرئيس أردوغان ومدام مرتبطا بأنه يعني الغرب كشف كأنه يخوض معركة حضرية يعني الدفاع عن إسرائيل والزعم أن لها الحق الدفاع عن نفسها تجاوز كل الحدود الممكنة حتى عندها يعني دول ليست إسلامية أو شيء البرازيل مثلا الرئيس البرازيلي عندما يقول أنه مقتل ألفي طفل فلسطيني في أسبوعين لا يمكن أن يكون دفاع عن نفس هذه إبادة جماعية يعني بوضوحي هناك أصوات كثيرة في أيرلندا في أسبانيا في عدة دول بدأت تتكلم عن حجم الجرم الإسرائيلي وهذا بالتبعية يوقظ الشعور العربي يوقظ شعور التضامن الإسلامي حتى يوقظ الحراك المدني العالمي في عدة أماكن يعني عندما تشهد مثلا لندن أكبر مسيرة يوم الجمعة الماضي اللي كان 21 أكتور على المؤذن شهدت يعني أكثر 100 ألف متظاهر يقال أنه لم تشهد منذ حرب العراق عام 2003 نفس هذا العدد تماما كان يملأ الشوارع أنا بعض من شاركوا من أصدقائي قالوا لي أنهم ساروا 45 دقيقة ولم يدركوا آخر المسيرة بالتصوير يعني 45 دقيقة من كتر امتدادها وتشععوا بهذه المسيرة وطول المسافة التي قطعتها فلذلك أعتقد نعم الأمور مرشحة للتصعيد خصوصا خصوصا إذا يعني أقدمت إسرائيل على حماقة وحدث ما يمكن تسميته اجتياح بري واسع من قوات الإسرائيلية طبعا بمساعدة أمريكية بالمناسبة أنه لا بد أن لا ننكر دور الخبراء الأمريكيين الذين يشاركون بالتخطيط وربما حتى في التنفيذ يعني بعض الاجتياحات أو التواغلات المحدودة التي تحلت في خان يونس يقال أنه في ضباط أمريكيين أو بعض الجنود الأمريكيين يشاركون في هذه على الأقل من جنود دلتل لهم الألفين المتمركزين في البحر المتوسط حاليا لكي يساعدوا الجنود الإسرائيلين وخلينا دائما أذكر أنه يعني جزء من رد الفعل الأمريكي يعني ينذر بأن الوابتحة الأمريكية ليس فقط أصبحت شريكا تقريبا هي التي تدير المعركة تقريبا يعني سواء في زيارة رئيس بايدن أو كلامه أنه تعلموا من أخطائنا في العراق وأفغانستان أو اعملوا كما قال اعملوا نموذج ليس فقط بايدن من زارة رئيس بايدن من زارة يعني إسرائيل أكثر من زعيم غربي نعم لدينا الرئيس الفرنسي ماميو كيرون رئيس مزراء بريطانيا شولتس رئيس مزراء بريطانيا طبعا كل هؤلاء تدفقوا غير وزراء الخارجية إلى آخر عدد الرئيس المفوضية الأوروبية يعني كل هؤلاء زارة طبعا السعيد من هنا تنبع أهمية الحديث عن الموقف العربي ومدى قدرته على إحداث تأثير في الموقف الرسمي العربي الذي يكتفي حتى الآن بعبارات في الحد الأدنى في توصيف ما يجري فاصل قصير ومن ثم نواصل الحديث بلا جدران تلقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم حياكم الله مازلنا معا في الحديث عن الموقف العربي الشعبي الغاضبي والمتظاهر دعما لغزة التي تتعرض لقصف وتدمير منذ عشرين يوما فقدت فيه أكثر من سبعة ألاف شهيد سيدة أمل تظاهرات الشارع العربي تأتي في سياق حملة شعواء من التطبيع بين بعض الأنظمة العربية وبين إسرائيل ما المنافع الاستراتيجية التي يمكن الحديث عنها في ظل استمرار تدفق الإنسان العربي إلى الشارع متظاهرا رافعا صوته معبرا عن غضبه يرفع شعارات طرد السفراء افتحوا الخطوط أو صلونا بالجبهات إلى آخره ما المنافع الاستراتيجية لهذا الحراك؟ نحن دائما ما نسمع بعض المصبتين من يقولون ما هي فائدة هذه المظاهرات إذا تظاهرنا هل سنعيد فلسطين ما هو المنفع لكن الحقيقة أن هذا الكلام لكن في هذه الكلام هذا صوت قليل ليس منتشرا هذا كلام سازج وسمعناه حتى من باب الفتاوى بأنه بعض الفتاوى التي ظهرت بأن المظاهرات هذه شيء خارج عن حدود الطاعة لولي الأمر وكلام يعني يعتبره هراء لكن الحقيقة نحن دائما كنا نقول أن المظاهرات هذه لها عدة أودو الوجه الأول وهو الوجه البسيط التلقائي للإنسان يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين أن الشخص الحي إذا ضرب يصرخ وإذا زاد عليه الضرب يزداد صراخه أما الشخص الميت إذا ضرب لا يصرخ وإذا زيد عليه الضرب لا يصرخ فصراخ الناس في الطريق في الشارع هو علامة حياة هذه يعني دي حاجة بداية بداية كده نقولها في البداية أن المظاهرة هي علامة على أننا ما زلنا أحياء وهذا كنا نقوله دائما أن نصرخوا يا جماعة أينما كنتم صرخوا فهذه علامة حياة أما الشيء الثاني أن دائما المظاهرات تشكل الرأي العام الذي بالتأكيد يضغط على الحكومات ودعونا نتكلم بصراحة يعني الحكومات عندنا والرؤساء عندنا في بلادنا أكثر ما يخافون عليه هو الكرسي فإذا شعر أي من رؤسائنا إلى أن الأمر سيصل إلى أن الكرسي سيهتز سيتجاوب ستجاوب غصب عنه يعني يعني مثلا في الحالة المصرية ربما الحالة مصرية استثناء أن هذا الحدث جاء قبيل الانتخابات في شهر ديسمبر فأراد من يحكم مصر الآن هذا الخائن أن يستفيد من الموقف بأنه هو ليتحكم في المظاهرات ورأينا هذه الفيديوهات والشباب عندما نزلوا بحمية وحماسة وجدوا من يوقفهم ويقول لهم هكذا صراحة في المقطع الذي رأيناه يقول لهم إحنا خلاص أخذنا اللقطة إحنا خلاص أخذنا اللقطة امشوا وفوجئنا بأن التي تقود المظاهرات في القاهرة هي نفس المرأة التي كانت تهتف ضد الرئيس المرسيح رحمه الله فهذه مأجورة يعني يقال لها قولي كذا يعني هناك حاولت للتوظيف السياسي تقصدين أما ما يحدث عند معبر رفح وهو الموقف الحقيقي فهو شيء مخزن يعني عندما تدخل الشاحنات بهذا العدد الشاحنات كان بتدخل مئة في اليوم يعني بعد كل هذه الأيام من المنح لكن هذا ليس بيد القيادة السياسية المصرية وإنما نجد اتفاقات لها علاقة إسرائيل في الموضوع واتفاق غربي وهل القيادة المصرية ليس لها علاقة بأن يدخل اتنين من الشاحنات فيهم أكفان وشاحنة فيها اختبار كورونا هذا ما أرسل اختبار كورونا ما هو الجدوى من وجود اختبار كورونا في هذه الأحداث إلا أنه كان عندهم فائد فقاموا بيوضح أي شيء ربما إذا أرجع الأمر إليهم لملأوا هذه الشاحنات بالحجارة هم يريدون أن يأخذوا اللقطة أن هناك شاحنات تأدخل وأننا نساند أهل الغزة بينما هم صهاينة مثلهم مثل أهل إسرائيل طيب لو تحولنا إلى أغادير لنسأل أستاذ محمد إلى أي مدى ترى أن هذه الهبة في الشارع العربي يمكن أن تترك أثرا ما بدرجة ما بمستوى ما على حملة التطبيع الجارية في المنطقة بين بعض الأنظمة العربية وبين إسرائيل أولا دعني أن تلق من نقطتين أساسيتين النقطة الأولى أن هذا الحراك المناهد للصهيونية ولمجازر الصهيونية هو حراك غير تلقائي بمعنى أن هذا الحراك هو حراك منظم تقف وراه ذوات سياسية وجمعية وفعاليات مناهدة للتطبيع وتشتغل منذ عقود هنا مثلا في المغرب هناك المرصد المغربي المناهد التطبيع هناك الجبهة المغربية مع فلسطين وضد التطبيع وهناك مجموعة من الفعاليات والمنظمات هي التي تدعو إلى هذه الاحتجاجات وما المسيرة التي حصلت في الرباط قبل أيام إلا دليل على أن مثلا الشعب المغربي شان وشان الشعوب العربية يرفض التطبيع ويرفض هذا الاحتلال الغاشم اللاشرعي لأرض فلسطين هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو أن القضية الفلسطينية تشكل قضية وطنية بالنسبة لكافة الفعاليات الشعبية وحتى السياسية بمعنى آخر أن مسيرة الرباط عرفت حضور كل الفعالية السياسية من اليسار إلى اليمين إلى الوسط كل هذه التلاوين السياسية والإديولوجية بل ناس عاديين بشكل تلقائي حضروا في هذه المسيرة ورفعوا شعارات وصدعوا بقوة ضد ما ترتكبه إسرائيل من مجازر إذن هذا الحراك منظم ويتطور وبالتالي أعتقد أنه في الأيام القادمة سيرغم صانع القرار في هذه الدول على مراجعة سياسته التي فيها نوع من التطبيع أو نوع من التعامل مع إسرائيل أكيد أنا أعتقد أن المسار سيتجه في هذا الاتجاه لأن هذه القوى الجماهلية والشعبية لا يمكن الاستهامة بها التطبيع سيد محمد التطبيع قرار تتخذه بعض الحكام العرب وفق رؤية بين قوسين استراتيجية ربما تحقق مصالح الدولة أو النظام أو أي شيء على المدى البعيد ما الذي يجعل هذا الحاكم أو ذاك يتراجع عن هذا القرار الاستراتيجي بين المزدوجين من أجل تظاهر أو اثنتين أو ثلاث حتى في شارع دولته لا هي في الحقيقة ليست تظاهر أو اثنتين وإنما هناك مسلسل من الاحتجاج يتطور بشكل نوعي ويتبلور إذا نحن وقفنا على المسيرة المليونية التي حصلت في الرباط والتي لم يحصل مثلها منذ أن تدخلت الأمريكا وغزت العراق الشقيق منذ 2003 لم تعرف الرباط مسيرة بهذا النوع حتى في أحداث 2011 لم تبلغ المسيرة هذا الحجم في كل المدون في كل المدون في المغرب هناك مسيرات تتبلور هناك احتجاجات شبه يومية هناك شارعات هناك الكوفية الفلسطينية الأعلام الفلسطينية يعني هناك مواجهة بالاحتجاج وبالشعارات وهناك مواجهة رمزية لها أبعادها ودلالتها كل هذا في اعتقادي سيدفع صانع القرار إلى التراجع ولو موقعا ولو ما حاليا عن التطبيع وعن الاستمرار هذا أعتقد قادم لا محال بموازات قضية التأثير على مشروع التطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الأنظمة العربية الآن هذا الشارع المتظاهر وفق الأعداد المتاحة الموجودة أمامنا الآن هل من لوازم هذا التأثير على الموقف الرسمي العربي مما يحصل الآن في غزة يعني التطبيع ممكن أن يكون بعد ذلك الحديث عنه لكن الآن الناس تقتل البلد تباد هل يمكن هذه التظاهرات بصورتها الراهنة أن تؤثر وتطور الموقف الرسمي العربي مما يحصل في غزة برأيك؟ ولا شك أنه هذه المظاهرات في قمة الأهمية على الأقل على مستوى كي الوعي كما تحدث الدكتور أمال قبل قليل أو كما تحدث الأستاذ محمد من المغرب الحقيقة أن الحال المغربي هي حالة استثنائية أيضا لأن هناك نشاط للأحزاب هناك نشاط للنقابات هناك حركات صوفية هناك نشاط بمعنى كلمة السياسي والنقابي يعني المغرب ليس حالة سياسية ميتة وهذا يعطي المظاهرات زخم لأن هناك تنظيم لهذه المظاهرات أنا موافق تماما لكن هي الحالة المغربية تبقى حالة استثنائية يمكن تتشابه معها قليلا حالة تونسية قليلا قليلا وليس كثيرا لكن سيد أمجاد الوقت ليس من ذهب الوقت من أرواح في يومنا هذا يعني كل يوم تقريبا خمسمائة أربعمائة ستمائة سبعمائة شهيد يسقط في فلسطين في غزة تحديدا يعني الوقت ليس في صالح كيف يمكن أن يكون هذا التظاهر محركا على بلورتي أو إنضاجي موقفا رسميا من إسرائيل فيما تعلق بالقصف هو كلما ازداد هذا الحراك تنظيما وكلما ازداد طغطا وأهدافه أصبحت واضحة أكثر وتجلت مظاهر المقاطعة الاقتصادية أو حصار السفرات الإسرائيلية في الدول المطبعة كلما كان له تأثير وأعتقد أنه تأثير لن يكون بعيد يعني لن ننتظر طويل حتى نرى هذا التأثير خصوصا أن جزء من حماقة السلوك الإسرائيلي أنه طرح موضوع التهجير والضوطين وهذا يستفز الدولتين الأساسية المجاورتين لإسرائيل يعني مصر وإسرائيل الموقعتين لاتفاقي السلام مصر والأردن وبالتالي هو حرك المخاوف الأمنية للنظام وإن كنت أيضا متفق مع الدكتورة أمل في أنه هناك توظيفات حقيقية يقوم بها النظام المصري لهذا الموضوع وهو يريد من ناحية أن يظهر كأنه سارع بتقديم المساعدات يريد أن يسحب الحجج أو البساط من يد المعارضين اللي هم بالمناسبة ضعاف يعني وليسوا متكتلين القدات البردعي وغيره يعني لا تكفي لتغيير الموقف المصري لكن في الحقيقة الضغط الذي يفعله إسرائيل قد يؤثر على الموقف المصري على الأقل بالمعنى الأمني دعني أرجع لسابقة عندما وقع اتفاق سيبي ليبني مع كونديليزا رايس في 2009 عندما يعني هذا الاتفاق الأمني الذي أوقف ببناء على إساسه حرب غزة وهي عام 2009 أول مرة أحمد أبو الغيت يتكلم بلهجة كان وزير خارجي المصري في ذلك بوقت يتكلم بلهجة حد هي في هذه المرة قال إسرائيل سكرت من خمر القوة وتعتقد أن كل شيء بالقوة وحتى حسن مبارك في احتفال عيد الشرطة ما القوة في هذا الخطاب عندما يقول إسرائيل سكرت لا هو لأول هو كان يكاد يقيل تسيبي ليبني من عثرتها في القاهرة عندما قالت في القاهرة حماس كفى يعني كفى enough is enough وسقطت وهو الذي أقالها من عثرتها صحوا بأنه يعني أنتم سكرت القوة إذا إسرائيل ضربت المصلحة الأمنية للنظام المصري النظام المصري لأسباب استراتيجية عليه أن يغير سلوكه وعلى فكرة خطوة استدعاء السفير ليست خطوة تصعيدية كبيرة فعلها الرئيس محمد مرسي رحمه الله وإن كان البعض خطأ هذه الخطوة باعتبارها صعدت يعني تصعيدا أكبر من اللازم لكن على كل حال أنا مرة أخرى أقول خطوة استدعاء السفير ليست خطوة كبيرة وإحنا حتى في القانون الدبلوماسي يقولون أنها خطوة صعيفة غير ودية لكن القانون الدبلوماسي يتحدث عنها ودول كثيرة تفعل هذه الخطوة كولومبيا ما سنطرد السفير يعني ليس هناك مشكلة في هذا الموضوع سيدة أمل ما الذي يحول دون ظهور موقف عربي رسمي من إسرائيل فيما يتعلق بغزة ما الذي يحول دون ظهور هذا الموقف حتى الآن الغريب أنهم أقنعوا الناس ما في اليد وما باليد حيلة أنا أريد أن أطرح على السادة المشاهدين نموذجا لعل عندما نراه نحاول أن نفرق بين الأبيض والأسود حرب أمريكا في فيتنام كانت في الستينات وانتهت في عام 73 تفاقمت بدأت في بداية الستينات حتى 64 ثم بعدها بدأت في الزيادة أمريكا في فيتنام قامت بما تقوم به كيان الصيوني الآن في غزة بل الوحشية كانت رهيبة أنهم كانوا يعني من أراد أن يعرف يبحث عن مسبحة مايلاي الأمريكية دخلوا إلى قرية فقتلوا كل من فيها وهم كانوا قرابة الـ 500 شخص ولولا أن أحد أحد الزباط أوشى وشى بهم ما كان الأمر سيعرف وأسقطوا على فيتنام العامل البرتقالي ربما البعض لم يسمع عنه العامل البرتقالي دا كان مادة كيموية كفيلة بأنها تحرق الغابات هذا العامل البرتقالي مسرطن وهو السبب في أن حتى الآن تشوه الأجنة في فيتنام يعتبر من أعلى النسب في العالم ما الذي جعل فيتنام تنجح في أنها تطرد أمريكا بطريقة مهينة مزلة البطولة طبعا هو الشعب الغزاوي والفلسطيني بطولة لا يساوم عليها أحد ما الذي جعلهم يقومون بهذا الأمر كانت عامل الأول والأوحد تقريبا هو الجوار الجوار كانت روسيا والصين كلاهما بينهما تنافس في أي من منهما تقوم بإمداد المقاومين في فيتنام بالأسلحة لدرجة أن روسيا لأنهم في هناك فارق ما بينهم في التركيب الجثماني الروسي طويل وعريض الفيتنامي صغير في الحجم بمقارنة تنبيه عندما أرادوا أن يمدوا فيتنام بالمركبات قاموا بعمل مركبات تصميم مركبات خاص بهم يضاف على ذلك شيء آخر أريد أن أقوله أنا أريد أن أركز على الحالة العربية نعم حتى لا نستغرق كثيرا في موضوع فيتنام سيدة أمل عندما نسمع عن أن الهند في ذلك الوقت رفضت أن الطائرة الأمريكية تتزود بالوقود هناك الجوار مهم الجوار مهم سنأتي على حديث عنه بعد قليل وماذا يمكن أن تفعل هذا لا يظهر موقف عربي قوي هل عدم وجود إرادة أم بسبب عدم وجود الثقة بخيام عمل عربي المشترى لا عدم وجود إرادة طبعا بالتأكيد عدم وجود الإرادة هم لا يريدون أن يدعموا الموقف المصري كان كفيلا وحده لأن المعبر موجود في مصر الموقف المصري كان كفيل وحده أنه يلغي الحصار تماما ويجعله وهما لأن المعبر إذا دخل منه كل مستلزمات أهل غزة كان الحصار سيصبح شيء مضحك لأنهم يحصرهم من كل الجوانب ما عدا جانب واحد لكن التضافر الذي حدث بين النظام المصري وبين الصهاينة هو الذي أنجح هذا الحصار قضية الجوار قضية مهمة نتحدث عنها بعد قليل نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة بعد وقفة أخيرة مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثينة على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثينة على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة سريعا أذهب إلى أغادير أستاذ محمد ما الذي تحتاجه فلسطين اليوم وفي القلب منها في من يومنا هذا طبعا غزة ما الذي تحتاجه من العرب تحتاجه من العرب دعما إنسانيا ودعما سياسيا ولكن حتى يتحقق هذا لا بد أن نشير إلى نقطة غاية في الأهمية هو أن الوضع العربي الرسمي هو وضع المازون في الراهن المعيش لا يمكن الوضع الحالي اليوم لا يمثل الوضع الذي كان حاصل سنة 1973 نحن هناك مشاكل في مجموعة من الدول لا يوجد قرار رسمي موحد على علاته على علاته لا يوجد والنقطة الثانية أن المواجهة في الحقيقة وهذا غاية في الأهمية أيضا ليست مع إسرائيل المواجهة مع المعسكر الغربي منذ أن زرع هذا الكيان في قلب هذه الأمة زرع بدعم إمبريالي غربي وبالتالي فإسرائيل هي قاعدة متقدمة للإمبريالي يعني تمتعوا بشيء من التنظيم والإرادة المشتركة ما الدعم السياسي الذي يمكن أن يقدمه لفلسطين اليوم وغزة تحديدا؟ الدعم السياسي على الأقل على الأقل سحب السفراء قطع التطبيع بشكل رسمي إدانة إسرائيل الاستصدار قرارات أممية توفير الدعم الإنساني ولملاء حتى شبه العسكري هذا يجب أن يحصل على الأقل يجب التغادي عن دخول الأسلحة عن عناصر القوة لأن بشكل الأنظمة الرسمية العربية هي أنها تخلط الأمور أنا بالنسبة لي مقاومة حماس اليوم هي تجلي من المقاومة التاريخية لفلسطين المقاومة التاريخية لفلسطين تجلت في لبوس قومية وتجلت في لبوس يسارية وتتجل اليوم في لبوس إسلامية وهي ذات المقاومة هو ذات الإنسان يجب أن ننظر إلى القضية الفلسطينية من هذه الزاوية وأن نبتعد عن التخندق الأيديولوجي والسياسي يعتقد هذا ما تحتاجه فلسطين وهذا لن يحصل إلا باستمرار الاحتجاجات وبإرغام هذه الأنظمة على الإنسان لصوت شعوبها أكيد كما قلت لك إسرائيل مدعومة من العالم لكن هذا لا يعني أن عناصر القوة ليست موجودة لدى هذه الشعوب العربية والإسلامية عناصر القوة موجودة ويجب استثمار هذه العناصر لوقف هذه المجزرات التي ترتكب اليوم كما تفضلتم ويروح تقريباً كل يوم ستمية أو سبعمية شهيد يعني هذا في الحقيقة الإبادة ممنهجة لم يشهد التاريخ متيناً لها حتى حصار لينجراد لم تحدث هذه الفضائع بهذا الشكل أو على الأقل على مستوى الأرواح لم تتساقط هذه الأرواح هذه الورود هؤلاء الشهداء بهذا العدد الذي يتساقطون به في فلسطين أعتقد أن هذا هو المدخل طبعاً هناك ارتباطات كما قلت هناك مشاكل هناك مبررات هناك ضعف ولكن اليوم يجب الإنصات لصوت الشعوب ويجب أن تتحرك هذه الأنظمة لأن هذا الكيان الصهيوني الغاصب لا يكتفي فقط بنحر الفلسطينيين وإنما هو يتمدد لنحر ولطرد كافة الشعوب العربية هذه إسرائيل الصهيونية وليست اليهودية هذه إسرائيل الصهيونية وليست اليهودية هي قائمة على إيديولوجيا تهدف إلى إقامة دولة من الليل إلى القرآن وإلى التوضل في شمال إفريقيا اليوم يا أخي يكتبون الحخامات في إسرائيل أن المغرب يرد أرض يهودية وقد منحها النبي يوشع باللون للمغاربة تاريخياً وكذلك في السعودية الطائف ويعني يجب الأنظمة عليها أن تنتبه إلى هذا الفيروس إلى هذا السرطان إذن الأولوية هي لوقف حمام الدم النزيف الأطفال النساء والشيوخ كلهم يقتلون على مرأة من الكاميرات هل الدول العربية برأيك مؤهلة لوقف نزيف الدماء في فلسطين اليوم في غزة؟ إذا ارتقى الموقف المصري إلى مستوى هذا التحدي نعم مفتاح تغيير هذا الموقف هو مصر الحقيقة أنه كما قالت الدكتورة قبل قليل معبر رفح هو ورقة مصر الاستراتيجية على فكرة الدولة المصرية أنا لا أتحدث عن النظام أتحدث عن الدولة المصرية هناك حسابات للدولة مثل ما فعل الرئيس أردوغان خطاب الرئيس أردوغان بالأمس هذا حسابات الدولة يعني المسألة ما لها علاقة بأنه المسائل السياسية أو الانتخابية لا هو يحسب المصلحة الاستراتيجية مصر لها مصلحة استراتيجية في أن تتواصل مع حماس وأن لا يحاصر قطاع غزة وأن لا يتفكك المجتمع الغزاوي ما مصلحة مصر في أن يحدث هذا يعني مصلحة مصر الحقيقية في أن تنفتح على التيار الرئيس في الحركة الوطنية لكن هل يجد استراتيجية مصرية في هذا السياق في رأيك ما هي هذه المشكلة المشكلة أنه عندما طبع السادات وزار الكنيسة في السبع وسبعين لم يبقى هناك استراتيجية مصرية استراتيجية مصرية أصبحت تلهث خلف إسرائيل وأمريكا وخلف المساعدات الخليجية والدول الأخرى وصندوق النقد الدولي إلى آخره المشكلة في الحقيقة هو الكسر الذي حدث في كل التفكير المصري ومصر أدار الظهر لأفريقيا والأن لديها مشاكل مع إثيوبيا وفي السودان وفي غيره وليس لديها تأثير يعني هذا الذي يحدث في مصر لا يتناسب مع وزن الدولة أبدا ولا مع تاريخها ولا مع جوارفيتها لذلك أنا قلت مفتاح تغيير الموقف العربي هو أن يتغير الموقف المصري أنا فعلا أدعو السعودية وقطر وتركيا وإيران أن تدعم الموقف المصري لكي يتطور وعلى فكرة هذا له ثوابق يعني مثلا السفارة في موريتانيا أغلقت في مارس 2009 بعد حرب غزة مكاتب التطبيع إذا كانت في الدوحة وفي عمان وفي عدة الدول الخليجية وفي المغرب وفي تونس أغلقت تمثيل التجاري كانت وليس الدبلوماسي أغلقت أيضا في انتفاضة 2000 انتفاضة الأقصى يعني بمعنى آخر حتى من مكاسب الذي يحدث أن ثقافة السلام لم يعد لها أي معنى ما معنى التطبيع مع دولة نووية لا تلتزم بأي قانون دولي ولا قانون دولي إنساني ولا مبدأ تناسب ولا مبدأ تمييز وتقصف الكل تقصف مستشفيات مثل الأهل المعمداني ومدارس أربع مدارس للأنوروة تابع فيها أكثر من 100 ألف شخص مهددة بالإخلاء مهددة بالقصف وفي أيضا مستشفى القدس التابع جميع الأحمر الفلسطيني في غزة هددة بالقصف وفي حوالي 11 ألف فلسطيني يعني ما معنى تهديد مستشفيات يعني هذا المفروض الذي يحدث يحرك موقفا معينا يعني النظم العربية يعني ربما لا تعلم أنه يعني هي مهما تفعل في التقرب إلى أمريكا لن تصبح أكثر أهمية من إسرائيل هي في الواقع محتاجة أن تفعل أوراق قوتها كما قال الأستاذ محمد هناك أوراق قوة مين قال لن يوجد أوراق قوة على ذلك الجزائر لديها قدرة ولديها إمكانية أن تشكل ائتلافا دبلوماسيا عربيا وإقليميا وعالميا لنصرة القضية الفلسطينية وهي في بالها موضوع مكافحة التطبيع مع إسرائيل بسبب التطبيع المغربي الإسرائيلي وبسبب اجتياح إسرائيل للقارة الأفريقية وتغلغلها في القارة الأفريقية الجزائر عندها قدرة تستطيع أن تتواصل مع تركيا تستطيع أن تتواصل مع روسيا علاقة جيدة مع الصين مع الفاتيكان هناك من يمكن أن يؤيد فلسطين لكن الإرادة غير موجودة كما قالت هي هذه المشكلة يعني مشكلة أيضا لنظام الجزائر أيضا لديه مشكلات ولكن مع ذلك يعني مع ذلك أنا في اعتقادي أن الموقف العربي الرسمي مضطر أن يفاعل نفسه مضطر أن يتحرك بصورة أكثر فاعلية ممكن جامعة الدول العربية ربما حانى وقت تفعيل أعتقد من خارج الجامعة العربية ليس لدي شك أن الجامعة العربية هي خارج التاريخ مهائيا الذي سيحدث غالبا أن تركيا تقود هذا الفكرة فكرة الدول الضامنة إلى آخره ربما بتنسيق مع الجزائر تستطيع بعلاقتها مع قطر علاقتها مع إيران والمناسبة دعني أقول شيء مهما التحرك الأمريكي يهدد جوهريا المصالح الأمنية والاستراتيجية لتلت دول إقليمية مهمة مصر، تركيا، إيران وهم يفهمون هذا أنا أعتقد أن النظم تفهم هذا جيدا حان الوقت الآن للتخلي عن حسابات التكتيكية بالنسبة لمصر فعليا لديها أولوية أن يحدث حل وقف إطلاق نار لمصلحتها هي على سيرة تركيا وإيران حقيقة الآن الساحة العربية فيما يتعلق بالموقف ما يجري في غزة في خواء وخلو تماما فراغ استراتيجي يعني غير منظور في تاريخ القضية الفلسطينية الذي تحدث الآن تركيا وتتحدث إيران بناء على مصالحها الذاتية القطرية كيف يمكن أن يعاد الزخم إلى الموقف المصري بحيث تملأ الفراغ الاستراتيجي العربي الكبير في المنطقة هل يمكن أن تستشعر مصر في لحظة ما أن أمنها القومي مهدد وبالتالي تجمع العرب حول هذه القضية من جديد؟ ما قيمة الأمن القومي عند من يريد الكرسي فقط؟ هو يعلم جيدا أنه أتى بهم بالغرب وأنه يحتاج إلى دعمهم لكي يبقى على الكرسي فإذا ما خالفهم سيذهب الكرسي فما قيمة الأمن القومي؟ هذا هو أرد باع البلد باعها وليس لديه أي من يقتل ناسه وشعبه هل سيرق قلبه الذي مقتل أهل غزة؟ لا تعتقدين سيد أمل أن هذا الخطاب ربما يكون في شيء من العدمية في النهاية الأمن القومي مرتبط ببقاء القيادة مرتبط ببقاء الجيش مرتبط ببقاء حتى المصالح الضيقة للنخبة السياسية الحاكمة هم وصلوا إلى مرحلة من التدني والقاع بحيث أن أصبحت حساباتهم كلها هو فقط المصلحة الشخصية لهم وللجيش الذي أصبح يسيطر على الحركة التجارية من المؤهل الملء الفراغ الاستراتيجي في المنطقة العربي؟ أنا فقط أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا إلى أن حالة الانهزامية التي زرعوها فينا يمكن أن نقضي عليها ببعض الأرقام البسيطة هل ندرك أن عدد العرب عدد السكان العرب والكسافة السكنية لها وزن ولاها سقل السكان العرب أكثر من 450 مليون الآن يعني 450 مليون شخص موجودين في هذه الرقعة التي تقدر تقريباً بأكثر من 13 مليون كيلومتر مربع أمام 7 مليون موجودين في فلسطين من اليهود موجودين في 20 ألف كيلومتر مربع ربما العدد هنا يختفي وراء التكنولوجيا والتقدم والعلاقات نحن ذكرنا منذ قليل أن أمريكا بقلالة أدرها تخرجت من فيتنام وهي تجر أزيال الخيبة وخرجت كذلك ليس فقط من لبنان وخرجت كذلك من لبنان وخرجت من أفغانستان ومن العراق تجر أزيال الخيبة هل نتخيل أن المارينز هم الذين سيجتاحون قطاع غزة بعد أن فشل هذا الجيش المهترئ في أن يقوم بهذه المهمة لمدة أكثر من 15 عاماً المارينز الذين لا يعرفون طبيعة هذه المنطقة وطبيعة أهلها وكهما الذين سينجحون سيعودون توابيت ومعهم مخططاتهم معهم لكن لو دققنا النظر في راقبنا النشاط الدبلوماسي العربي وهنا أسأل السيد محمد في أغادير بشأن ما يحصل في غزة هل يمكن أن ومراقبة النشاط الدبلوماسي العربي هل يمكن قراءة أن نستقرأ هدفاً ما يسعى إلى تحقيقها الدبلوماسيون العرب حيال غزة سيد محمد إذا كانت عن السؤال هل يمكن أن تلحظ هدفاً واضحاً ومحدداً بشأن غزة يمكن استقراءه أو لحظه من النشاط الدبلوماسي العربي أعتقد أن ربما ما يمكن فعله هو وقف لإفلاق النار والدخول في مفاوضات معينة ولكن هذا الوقت لن يحصل في اعتقادي إلا بعد أن تنضحر جيوش الاحتلال على أسوار غزة هذا أولاً وأن ذاك سيعيدون ترتيب أوراقهم ونحن نعرف أن هذا الكيان يعرف أزمة داخلية ودبلوماسية وكذلك أزمة عسكرية انكشفت للقاسي والداني يوم 7 أكتوبر أعتقد أن الأمور لن تستمر إلى نهايتها غزة المقاومة لها إمكانتها ولها قدرتها وهذا الصمود الأسطوري بل هذا التمدد إلى الأراضي الفلسطينية التي يحتلها الكيان الغاصب دليل على قوتها وهذا سيرغبه في النهاية على التفاوض رغم الباريجات الأمريكية ورغم الدعم العسكري الأمريكي والغربي يعني قد دعم بمختلف الأشكال سياسي عسكري أمني مخابراتي أشكرك شكرا جزيلا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المشاهدين الكرام في نهايتها أشكر ضيوفي في الاستوديو أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية وأمال خليفة الباحثة في الشأن الفلسطيني وعبر سكايب من أغادير في جنوبي المملكة المغربية محمد الشيخ بنن أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة بن زهر المغربية والشكر الأكبر لحضراتكم في حراسة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر